أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الذي نعيش فيه مع قراءات في كتب السنة نقرأ اليوم حديثا تحت ترجمة وعنوان وضعه الإمام البخاري فقال باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره هذه ترجمة هذا الباب وهذا هو العنوان الذي وضعه الإمام البخاري ليبين أن المتصدق لا يعود في صدقته حتى ولو على سبيل الشراء لأنها خرجت منه خالصة لوجه الله فلا يصح أن يعود فيها ولأنها لا تذهب سدى ولكن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا ويلقى جزاء ذلك في الآخرة فكان التحديد والتدقيق في شؤون التصرفات في الصدقات فريضة كانت أو نافلة على هذا النحو الذي أورد له هذه الترجمة ولنقرأ الحديث الذي جاء في هذا الباب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله ومعنى في سبيل الله أي للجهاد في سبيل الله أعطاه لأحد الغزاء للمجاهدين ليجاهد عليه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه بعد أن أعطاه للرجل الذي يجاهد عليه وجده بعد ذلك يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره يعني ترجمة نانسي قنقر